هذا العاصم على موعد مع مواجهة كل من شبيبة السورة والبرمجة المكثفة بملعب عمر حمد ببلغين فالاتحاد العائد بنتيجة إيجابية من ذهاب نهائي كاسي الاتحاد العربي بالكويت منذ يومين مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية أخرى على حساب ضيفه القادم من الجنوب إذا أراد دخول نهائي كاسي الجمهورية هذا الأربعاء بمعنويات مرتفعة ولن تكون المهمة سهلة أمام الحصان الأسود للبطولة الوطنية هذا الموسم فريق شبيبة السورة مباراة مثيرة إذن قد تعرف العديد من المفاجآت قبل مواعيد حاسمة لعديد الأندية في مختلف الوطنية